تجد حكومة الصخيرات نفسها اليوم مجبرة على التراجع عن موقف التصعيد الذي روجت له في بداية المعارك التي انطلقت لتحرير طرابلس من هيمنة الميليشيات في ظل تزاير الضغوطات السياسية والهزائم العسكرية التي منيت بها حكومة الصخيرات مراقبون يرون أن السراج يعمل على لملمة ما تبقى من رصيده والتوجه إلى الحلول السياسية بعد فشله في السيطرة على انفلات الأوضاع الأمنية في طرابلس ورجوح كفة الميزان لصالح الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر الذي أكد عزمه على اقتلاع الميليشيات من العاصمة وطرح السراج مبادرة تتلخص في عقد ملتقى لبي بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة غير أن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة أكد أن تعليمات القائد العام واضحة بشأن عملية تحرير طرابلس وأوضح أن العودة إلى الوراء لم تعد ممكنة وأن الحديث عن حلول سياسية أصبح مستبعدا في ظل وجود الميليشيات المسلحة وجماعات الإرهاب في طرابلس والحديث عن الانتخابات ومحاولة مخاطبة المجتمع الدولي غير مجد في ظل وجود الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة التي لا تؤمن بالانتخابات أو العملية الديمقراطية وفي ذات الإطار حذر النائب طلال ميهوب رئيس لجنة الدفاع والأمن القوم بالبرلمان حذر السراج من العبث المستمر الذي ينتهجه بالخنوع والدعم غير المحدود لجماعة الإخوان الإرهابية ومحاولات الحفاظ على تواجدها بالمشهد مؤكداً رفضاً مبادرة التي طرحها السراج ومطالباً إياه بالبحث عن فريق محامين للدفاع عنه بشأن الجرائم التي تورط فيها بتعليمات جماعة الإخوان الإرهابية